متابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا من باريس المحلل السياسي دكتور رامي الخليفة العلي المختص بشؤون أمريكا اللاتينية دكتور مرحبا بك لماذا اختيار ميجيل دياز كانيل برأيك؟ أهلا بك حمدان تحية لك ولمشاهديك الكرام بأعتقادي هناك عدة عوامل العام الأول أن السيد دياز كانيل استطاع أن يكسب ثقة عائلة كاسترو الحقيقة هو تدرج على مستوى الحزب الشيوعي منذ العام 1987 بطريقة هادئة وبخطوات ثابتة إذا ما شئت خصوصا بالالتزام بالسياسة الحزبية والتقرب من فديل كاسترو ثم رأو الكاسترو هذه نقطة نقطة أخرى الحقيقة أثبت من وجهة نظر رأو الكاسترو جدارة في توليه لوزارة التعليم العالي اعتبارا من العام 2003 ثم توليه منصب نائب رئيس الجمهورية ثالثا الحقيقة أن قبضة الجنرالات التقليديين الذين شاركوا في الثورة الكوبية يمكن أن نقول أنها خفت خصوصا أن هؤلاء التقليديين أو هؤلاء الجنرالات التقليديين كانوا قد عارضوا نسبيا سياسة الرئيس رأو الكاسترو بالانفتاح المحدود الذي شهدناه اعتبارا من العام 2008 كل هذه الأسباب يمكن القول بأنها دفعت بالسيد ياز كانيل إلى واجهة الأحداث ولكن من المبكر الحقيقة القول أن هناك انتقال سياسي حقيقي لأن كانيل سوف يكون الحقيقة رئيسا للسلطة التنفيذية أو إذا شئت رئيسا للحكومة ولكن رأو الكاسترو ما زال ممسكا بزمام الأمور ما زال رئيسا للأمين العام للحزب الشيوعي ما زال قائدا للجيش ربما حتى العام 2021 ولكن كانت هناك رغبة بإحداث انتقال سياسي هادئ لكن ماذا عن الاقتصاد يعني كوبا تعاني من اقتصاد وهل سيصير أيضا كانيل على نهج الكاستروز فيما يتعلق بمجانية قطاعي التعليم والصحة باعتقادي هتين النقطتين الأخيرتين أساسيتين لا أعتقد أن هناك إمكانية للتغيير ذلك والانتقال إلى ربما اقتصاد سوق أو اقتصاد رئيس مالي والتخلي عن مجانية التعليم ومجانية الصحة هذا أساسيتان ولكن الحقيقة بالمقابل كان جزءا من الثورة التي أحدثها راؤول وبالتالي لا يمكن أن نضع راؤول وفديل في نفس الزاوية لأن كان هناك الفتاح على سبيل المثال سماح ببعض الملكية الخاصة في كوبا وكان صبح هناك بعض رجال الأعمال صحيح أن هناك تضييق كبير وهناك بيروقراطية وفساد ولكن كان هناك بعض الملكية الخاصة وبعض رجال الأعمال هذا من جهة أيضا الفتاح سمح للكوبيين بالسفر خارج البلاد سمح بامتلاك وسائل تقنية حريثة لعل أهمها الهاتف النقال صحيح أن هذه خطوات محدودة ولكنها كانت ثورية بالمقارنة مع ما كان سائدا في عهد في ديل وبالتالي أتوقع أن السيد كانيل سوف يمضي في هذا الطريق نحو انفتاح تدريجي بطيء دون أن تكون هناك هزات داخل المجتمع الكوبي وداخل الحقيقة الحزب الشيوعي الكوبي دكتور رامي نحن نتابع صور تأتينا من البرلمان في كوبا هذا هو رؤول كاسترو جالسا ربما كان ذلك اقتراعا على كانيل لكن هل ستكون مهمة كانيل سهلة برأيك باعتقادي أننا يمكن أن نتحدث عن مرحلتين المرحلة الأولى وهي حتى العام 2021 باعتقادي أن مهمته سوف تكون محدودة لأن السيد كاسترو كما ذكرنا رؤول سوف يبقى ممسكا بزمام الأمور ولكن رويدا رويدا باعتقادي أنه سوف يأخذ مكانه في منصب الرئاسة وفي منصب قائد الدولة في كوبا ولكن بعد ذلك ربما يتبدأ أكثر وأكثر سياسته الاقتصادية ونهجه السياسي إلى الآن الحقيقة الرجل يعيش في ظل عائلة كاسترو وبتايل لا نستطيع أن نعرف على وجه الدقة واليقين ما هي سياساته الحقيقية لا يتمتع الحقيقة السيد كانيل بالكاريزمة التي يتمتع بها الثناء كاسترو الشخصية يوصف ببعض الأحيان بأنه ممل من جهة أخرى يوصف بأنه متواضع وقريب من الشعب ما زال حتى الآن يذهب إلى وظيفته بالدرجة الهوائية يحاول أن يتقرب من الشعب الكوبي لذلك هو إلى الآن يعيش في ظل عائلة كاسترو ربما نجد أمرا مختلفا في قادم السنوات إذا شئت من باريس المحلس سياسي الدكتورة من الخليفة العلي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك